مرحبا بكم اليوم ان شاء الله سنعمل افطيرة التفاح مع الشوفان كتير سهلة وسريعة يلا اروع الوصف. التفاح عدد اتنين صغير يعني تفحتين صغار عدد انتين واحدة نفرمها الى مقعبات والتانية نبشرها ناعم رشة ملح لتعزيز النكهات يعني رشة خفيفة معلقة صغيرة بيكين بودر زنجبيل ربع معلقة صغيرة قرفة معلقة صغيرة حليب ربع كوب حليب اي نوع نباتة او حليب عادي ربع كوب بيضة واحدة شوفان واحد كوب اربع يعني مية خمسة وعشرين جرام مكسرات نصف كوب اي نوع مكسرات حسب رغبتكم ممكن جوز لوز او اي نوع فانيلا قليل من الفانيلا والتحلية نوع التحلية والكمية اختياري انا وضعت مع لقتين عسل ولكن هادا التحلية متروك لالكم بنخربط مكونات مع بعض وبنسكبها في وعاء يعني صغير هذا الوعاء تقريبا 20 على 13 اي وعاء متوفر عنكم بالبيت تشغيل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل 20 درجة مقاوية نوضع الفطيرة في الراف الاوسط لمدة 30 دقيقة هذه هي المكونات اذا انتو حاجة الى اخذ صورة هيك اصبحت جاهزة يفضل نتركها حتى تبرد تماما قبل التقديم ولكن انا حاجة تحل هي سخنة لكن يفضل نتركها تبرد افضل بكون تتماسك اكثر تتماسك خلينا نتزوقها مع بعض حجم القطعة حسب زوكم يعني حتها بتاخد العقل لنكات كلها خشب بعض اشي روعة خلينا نتزوقها بصراحة كتير هي طعمها روعة ومميز اتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لان رأيكم كتير بهمني في امان الله